انا مش متوتر عن جد مش متوتر مسدين اكيد لا ليش عشان لغة الجسد واه اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من الاسبوع الرابع والاخير استكمالا لحديثنا في المحاضرة الماضية عن موضوع التعاطف المكون الرابع من مكونات الذكاء العاطفي عشان يكون عندي القدرة على التعاطف يجب ان يكون عندي قدرة على معرفة وفهم مشاعر الغير ولفهم مشاعر الغير يجب ان اكون قادر على قراءة لغة الجسد وفهم نبرة الصوت وبشكل صحيح المحاضرة الاولى حكينا عن نبرة الصوت المحاضرة هاي راح نحكي عن لغة الجسد تكن تعرف ان كل تواصل هو عبارة عن حوارين في انا واحد حوار محكي وحوار غير محكي الحوار غير المحكي هو حوار لغة الجسد طبعا حوار لغة الجسد هو حوار مهم جدا بدأ التركيز على اهمية لغة الجسد في حوالي 1960 زي ما انتو شايفين في هذا الفيديو سميت المناظرة الكبرى وحدثت في 1960 بين المرشحين الرئاسيين للانتخابات الامريكية نيكسن وكندي الجديد في هذه المناظرة انها كانت اول مناظرة تبث من خلال التلفزيون بالاضافة للراديو وكان نص المجتمع الامريكي يتابع المناظرة من خلال التلفاز والنص التاني من خلال الراديو فالنص سمعوا وشافوا المحاضرة والنص التاني بس سمعوا المحاضرة خرصت المناظرة والعجيب كان نتائج استطلاع الرأي حول المرشح الاكثر احتمالية للفوز اغلب اللي شاهدوا المناظرة من خلال التلفاز توقعوا فوز كندي واغلب اللي سمعوا المناظرة بالراديو توقعوا فوز نيكسن كان واضح من خلال لغة جسد نيكسن انه هو كان متعب متوتى فاللي شافوا استطاع قراءة تلك الرسائل ادخل على قسم المناقشات وقوموا تنزيل صورة التعبير العالمية وشوفوا اشهر ست تعبير عالمية قام بدرستها العالم بول اكمن اللي يعتبر مرجع اساسي لفكرة ان تعبير لغة الجسد الاساسية التي تظهر المشاعر هي نفسها في كل العالم بغض النظر عن البيئة والتقاليد ومن هداك الوقت بدأ الاهتمام بلغة الجسد حتى جاءت اشهر دراسة للغة الجسد على يد الدكتور آلبرت مهرابيان في 1971 اجر دراسة عملية على تأثير تعبير الوجه ونبرة الصوت على درجة مصداقيتنا واعجاب الاخرين بما نقول وسموها likeability الاعجاب استنتجت الدراسة ان لغة الجسد وخصوصا تعبير الوجه تؤثر بنسبة 55% على موضوع likeability او الاعجاب و38% من التأثير يرجع لنبرة الصوت و7% فقط لطريقة الكلام طبعا هذا لا ينطبق بالضرورة على كل انواع المحادثات ولكن على المحادثات المرتبطة بالمشاعر لغة الجسد مهمة جدا ولا يجب اخفالها عند الحوار مع الاخرين فاعتمادا على كتاب The Definitive Book of Body Language وبعد تحليل الاف المقابلات والمبيعات والمفاوضات وجدوا ان 60-80% من التأثير يعود للغة الجسد وان 60-80% من نظرة الناس للشخص تتكون في اقل من اربع دقائق بسبب لغة الجسد وهي بعض حركات لغة الجسد المهمة اللي بتعكس ايجابية وثقة مثلا هذه الصورة تدل على صدق وصراحة والصورة هاي تدل على ان الشخص وافق وخبير ولديه كل الاجابات اما الصورة هاي فهي تدل على استعداد للسيطرة والتحكم اما هاي الصورة فتدل على مؤشر سلبي وحاجز دفاعي انا ما بدي اتفاعل واتعامل مع القدامي ومرتاح بالطريقة هاي والصورة اللي بعدها هي صورة تدل على دفاعية وشخص غير وافق والثانية متوترة امام الملأ وغير وافقة مما تقول كل الصورة الموجودة حاليا هون تعبر عن عدم الراحة وعدم الثقة ويفضل عدم استخدامها اذا اردنا ان نظهر الثقة بما نقول اختبار سريع لمدى تعاطفكم التعاطف يعني القدرة على قراءة المشاعر رح نفرجيكم عدة صور من خلال الملف الموجود في قسم المشاركات نزدوا هذا الملف واعطونا الاجابة الافضل لكل صورة من الصور وبعدين نعطيكم نتائج طبعا نتائج موجودة في الملف اللي بعده ولكن ارجو منكم قبل ما تفتحوا الملف اللي بعده اللي فيه الاجابات جاوبوا على الصور وبعدين شوفوا كم نتيجتكم وممكن تعطيكم مؤشر اضافي لمدى تعاطفكم شكرا جزيلا لبتابعتكم ونراكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة